احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصوني تعطيل الوزرات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الخميس المقبل التاسع والعشرين من الشهر الجاري باستثناء الوزرات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك ومع انتهاء اليوم نفسه يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة حيث يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة من فجر الجمعة الثلاثين من الشهر الجاري يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013 والذي ينص على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام